بسم الله الرحمن الرحيم نكمل الكلام على الابسيل التشو ونقول في نوع تاني اسمه سيمبل كولامنر السيمبل كولامنر مختلف عن السيمبل كويبويدل أو السيمبل سكوامس السيمبل كولامنر بسليم سينجل لايار أو سيلز طول اند كولامنشفد وتبقى شكل الخلايا عمودية وطويلة طولة أكبر من عرضها بالشكل ده كده وتستقر طبعا عند غشاء القاعدة النواب تبقى دائما بضوير الشكل وتبقى نير ديس بسمينت ميمبرين نيوكلاي لوكيتد مصطلي اذي سيمليبل موجودة في اللينج او جاي تي الوالجاسترونستان اتركت في المصارى القناهر هضمية يعني ميني اكسكراتي داكترس في قنوات الاخراجية عديدة الفونكشن تبقى سيكريشن أبسوربشن ان ديبوروتيكشن تبقى شوية لانها بقت اكسر ايه سماكة شوية من الخلايا وده بالشكل ده هو اذا انت شايف ده بسمينت ميمبرين وده الكلا من السلزة طولها اكبر من عرضها والانوية بيضوية نير ده بسمينت ميمبرين وده بسمينت ميمبرين بالشكل ده برضوه ده طولها اكبر من عرضها وده البسمينت ميمبرين نيوكليوس وطبعا ده بفاق قبلة سلزة ده موجودة في ال جاي تي لانو غسترونتسطينيال ترىك تلوى جي اي تي دكتورس اف ميني جلندس الفنكشن بردوكشن سيكريشن ان ابسوربشن النوع التاني تلوى سيدستراتفايد اخر نوع في السيم بالبقى هو جاست ابير عبارة عن سينجل وكولامنار سيل طبعا واحد ده عمودية الكولامنار برضو فيه السلياتل وفيه نونسلياتل طيب السيدستراتفايد برضو فيه السلياتل وفيه نونسلياتل ودي موجودة في الجهاز الهضم وفيه الجهاز التكاثوري التناسلي بشكل ده لما يبقى عليها عداب تول عليها سيلياتل لكن من غيرها بتبقى نونسلياتل كولامنار ابسلي ده سيدستراتفايد سيلياتل كولامنار ابسلي سيدستراتفايد سيلياتل كولامنار ابسلي مطلعية عمودية مهدبة طبقية كاذبة line respiratory tract like the phalipian tubes protection زي secretion movement of mucus لو كان فيه التراكية أو 6 cells لو كان فيه ال phalipian tubes حرك البويضات يعني ده سيمبل ده سيرستراتفايد لانه عبارة عن طبقتين خلية واحدة طبقة واحدة الخلاية أصيرة طويلة فاتبلك ناطبقتين لك الحقيقة كلهم باستقروا على الأخشير القاعدي ده سيراتفايد أكثر من طبقة طبقة الأخيرة أولى بس يستقر على الأخشير القاعدة والباقي بعيد عنها ده سكوامس بالشكل ده 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 كوبودل وده كولامنار ابسلي السيراتفايد بقى نوع الأخير اللي هو الطبقية الحرشوفية عند طبقات من الخلايا تبقى كولامنار سيلز متابولك لأكتب تبقى نشطة جدا وبتنقسم بسرعة جدا بس المهم بالباقيين لير باسم العالم نكتشف الخاصية دي فيها وتبقى طبعا دي الطبقة القاعدية لما الخلايا اللي هي أول طبقة دي بتنقسم إيه لي حصل الله يعني الخلايا دي تدفع الخلايا اللي قبلية تطلع فين على السطح عشان تعوض ما يتلف من الطبقة السطحية عشان تقسم بقى الستراتفايد سكوامس قلت سكوامس ليه؟ يبقى كلمة سكوامس دي وصفت إيه؟ إذا كان كل التركيب ده في كل أنواع الخلايا اللي هي الستراتفايد كبقى كربت السكوامس دي وصفت لك بس الطبقة السطحية السوبرفشيال لير طبقة انزو سيرفيس استراتفايد سكوامس إبثيليم نوصف السطحية استراتفايد سكوامس استراتفايد كويبويدل يبقى نوع إيه الخلايا أصبح إيه كويبويدل أو كولامنر إبثيليم سلسة نكلم على واحد دروا استراتفايد سكوامس نشوف ديه المسال يعني موجود في الاسكن سيرفيس موجود في الماوس لايينغ بطنة الفم بتاعك السوفيغس المري الريكتوم المستقيم الانس البجاينة هذا مني لاير عدة طبقاتهم ألاف من الخلايا من الطبقات موجودة ما بعضها الطبقة الأولى بس ليه من البجاين لاير تبقى كولامنر إبثيليم تبقى هايلي أكتيبلي ديبايد متابوليكلي أكتيب كونسيوم أو ريسيوم تتعوض الخلايا الموجودة على منطقة الساطحة إذا كان كل الخلايا الموجودة ديه منطقة يعني فيها النواة وغير متقرنة يعني مش طبقة ميتة يبقى ده على طول ده في الاسوفيغس يبقى ده استراتفايد سكوامس بس ليه من نون كريتنايز لكن لما تبدأ الطبقة الأخيرة خالص من الخلايا تفقد النواة بالشكل اللي انت شايفه ده وتتقرم يبقى فيها مادة الكريتين يبقى في الحالة دي استراتفايد سكوامس بسليم لكنها كريتنايز موجودة في الاسكن طبعا الفايدة بتاعت انها بتحمل جسم من يعني حماية من الحركة زي الاحتكاك أو دخول الباسوجين في الجلد بتاعك او الكيميكال اتاك لو اي مادة كيموية لنزل على ذا جلدك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته